اولا انا ضد المنع دي الصحفيين لولوج قاعد دي المؤتمر واقول لكم بلي انه ماشي قرار دي المكتب السياسي لسماء البسيطة وان المكتب السياسي قدم استقال دياله ولم تعود له قائمة بالاكثر من ذلك هنا رئاسة دي المؤتمر دي الجوز الاخوين انا كنتمنى من رئاسة دي المؤتمر دبق اتحلل بيبان بنسبة للصحافة المطنية باش تعرف ما يجري ويدور داخل المؤتمر واقول لكم بصراحة وخامت خلتوش بلي انه كين المهزلة واذا كانت في العراق ايام صدام حسين ام المهارك فاقول لكم اليوم بلي انه المؤتمر رابع لحزب اثر معصرة ام المهازين اولا بدءا باللجنة تحضيرية وحينما تكون التحضير سيئا بالنسبة للمؤتمر فالنزائج تكون سيئة كذلك من خلال مجموعة دي المعطاية الاساسية قانون الاساسية لم يحترم قانون الاساسية جود المواد المادة 41 كتقول بلي انه 15 يوم قبل من عقادة المؤتمر خاصة المؤتمرين المؤتمرات توصلوا بجدول اعمال دي المؤتمر وبالدعوات دي المؤتمر ومقررات دي المؤتمر لم يتوصل المؤتمرين والمؤتمرات بهذه الاوراق المادة 42 المجلس الوطني هو الاعلى هيئة من بعد المؤتمر المخول له قانون لاعلان تاريخ المؤتمر وتحديد كذلك مكان المؤتمر لم يحترم بالنرجة الحضرية هي لدى تلك شيء ثالثا هناك الجنة دي الأخلاقيات التي يرأسها الدكتور والأسان بن الماهي والتي أعدت قريرا مفصلا حول الطعون دي الانتداب دي المجموعة دي المؤتمرات لانه تبين بالملموس اليوم لانه محاولة دي الإغراق المؤتمر بمجموعة دي الناس لا علاقة لهم بالحزب انا اعرف مشخصيا في تنظيمات سياسية اخرى حاضرة في المؤتمر كيف تم انتدابها ومن احضرها للمؤتمر بل اكثر من ذلك إلا كناك نعيب ويام زمن دي الانتخابات فيها الموتى اقول لكم بل انه لوائح دي الحزب دينا اليوم دي المؤتمرين فيها بعد واحد الفقيد مناضر اعرفه شخصيا توفي مازال اسم دي الورد في اللائحة دي المؤتمرين كيف تريدون ان نحترم هذه اللوائح وان نحترم هذا المؤتمر بل اكثر من ذلك بلغ الى علمنا اليوم والان وعلى التو ان هناك محاولة لاغراق المؤتمر بالستديل الحافلات ومجيين ثلاثة راوصلوا وثلاثة مجيين بمعنى اخر اما ان نكون او لا نكون ان نكون معناه دورة الحقيق القانون ودورة المؤسسات واحترام حقوق الهيسان والديمقراطية هي سياسية واجتماعية واقتصادية وتقافية الحزاب السياسية جزء لا تجزاء من البنية دي الدولة ونقول لكم نحن نؤمن بدولة وطانية ديمقراطية دولة قطرية الدين دي الاسلام هو ديننا والمذهب المالكي هو مذهبنا والمالك هو امير المؤمنين سجامل الدستور ولكن لا نريد دولة دينية نحن ضد الاسلام السياسي نحن لا نؤمن بدولة الخلافة ولا نؤمن بدولة ولاد الفقه بمعنى اخر نريد ان نستسلم مرحلة جديدة بعيدا لنا كل البعد على التحالفات مع الحزب الاغلبي والله باغي بالكيرة نمشي عنده لاش غايجي بنا بالكيرة اللي عندنا شكرا لكم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا وفلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية